بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسريم كثيرا أما بعد فلازلنا مع شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك وصلنا إلى باب الإضافة نوننت للإعرابة أو تنوينة مما توضيف احذف كطور سينة وثاني جرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذاك وخصص أولى أو أعطيه التعريف بالذي تلى وإن يشبه المضاف يفعله وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيال وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محظة ومعنوية يقول الشيخ إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تل الإعراب والنون التي هي نون التثنية ونون الجمع وكذا ما ألحق بهما وجر المضاف إليه وحذف أيضا التنوي نقول هذان غلام زيد وهؤلاء بنوه وهذا صاحبه إذن غلام زيد حذفنا نون التثنية هؤلاء بنوه حذفنا نون الجمع وهذا صاحبه حذفنا التنوين هذا صاحب واختلف في الجار للمضاف إليه يعني عندنا نقول مجرور بالإضافة أم مجرور بشيء آخر يقول فقيل هو مجرور بحرف مقدر عندنا إما اللام أو من أو في وقيل هو مجرور بالإضافة وهو الصحيح من هذه الأقوال ثم الإضافة تكون لمعنى اللام عند جميع النحويين وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من وتكون بمعنى في وهو اختيار المصنف المسألة الرابعة ضابط الإضافة بمن أو في أو اللام يقول أنه إذا لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره وإلا فالإضافة بمعنى اللام فيجعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف هذا ثوب خز وهذا خاتم حديد أي الخز كل الثوب الحديد كل الخاتم إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا تحت يعني واقعا في المضاف أعجبني ضرب زيد اليوم أي ضرب لزيد أو في زيد في اليوم أي ضرب زيد في اليوم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر والذين يؤلون من نسائهم تربص في أربعة أشهر بل مكر الليل والنهار بل مكر في الليل والنهار الآن عندنا المسألة أن الإضافة تنقسم إلى قسمين محضة وتعريفة غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله غير محضة إضافة الوصف المذكور وهذه لا تفيد الإسم الأول لا تخصيصا ولا تعريفا إذن عندنا الإضافة المحضة تفيد تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة هذا غلام امرأة ويفيده تعريف إن كان المضاف إليه معرفة هذا غلام زيت أما غير المحضة لا تفيد تخصيصا ولا تفيد تعريفا غير المحضة إذا كان المضاف وصفا يشبه يتعل أي يشبه الفعل المضارع الذي هو اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبه اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا هذا راجينة اسم مفعول هذا مضروب الأبي هذا مروع القلب صفة مشبه هذا حسن الوجه هذا قليل الحيل هذا عظيم الأمل المسألة السابعة فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة المصدر عجبت من ضرب زيد اسم الفاعل بمعنى الماضي لأنه إذا كان بمعنى الحاضر أو بمعنى المستقبل فإنه يعمل عمل الفعل أما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي فإنه لا يعمل في الإسم هذا ضارب زيد أم سي غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا يفيد تعريفا ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا لمعرفة وإنما تفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللف فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية رب راجينة وتوصف به النكرة هديا بالغ الكعبة بالغ اسم فاعل وهو مضاف إلى الكعبة والكعبة معرفة فلو كانت هنا الإضافة تفيده تعريفا لما جاز أن تكون بالغ صفة لهدي القسم الأول يفيد تخصيصا أو تعريفا فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال هذا ضارب زيد الآن يجوز هذا ضارب زيدا ومعناهما متحد وإنما أضيف طلبا للخفة وبذلك نكون تهين من هذه الأبيات وصلى الله على محمد ترجمة نانسي قنقر